موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أيها الأحب الكرام في هذه الحلقة من المرام والتي سنتحدث فيها بحول الله تعالى عن بعض الملاحظات حول كلمة أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية الجزائري في السعودية وأيضاً سنتحدث عن ديناصور مجلس الأمة كما يطلق عليه وفي مرافعته الغبية ضد البرلمان الأوروبي كما سنتحدث عن جنرالات الجزائر كيف يستنفرون ضد الفيسبوك ثم بعد ذلك نجيب على تساؤل مهم يتعلق بما سمي بفريق البوليزاريو ترى لماذا الجزائر لم تغامر وتجري مقابلة ودية مع الفريق الوطن كما فعل المغرب من قبل مع فريق جبهة التحرير أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية الجزائري من جدة يرافع لخيارات جنرالات العسكر ولكن في نفس الوقت من حيث أراد أن يحاضر على الآخرين في شرف لم الشمن والحوار السياسي والتهدئة وحل الأزمات فهو يدين العسكر من حيث لا يدري أو ربما يدري ويقول لذلك لحاجة في نفسه ألقى كلمة في اجتماع للتحضير لقمة العرب التي ستنعقد في المملكة العربية السعودية وتحدث عن بعض الأمور المختلفة من بينما لاحظت أنه أول حاجة كأنه يلقي خطاب النصر لبشار الأسد من خلال ترحيبه المبالغ فيه حول عودة حطها لسوريا بين ظفرين لأن الذي نراه الآن هي عودة بشار الأسد وليست سوريا لأنه لو أعادوا سوريا وكان الهدف هو إعادة سوريا لا أظهر مثلا مبادرة ويكون اتفاق بروتوكول معين يجري تنفيذه ضمن إطار بنود مختلفة البند الأول مثلا إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية ثم البند الثاني إطلاق مبادرة سياسية وما إلى ذلك لحظة هذه ما رأينا شيئا بل أنه الأمين العام لجامعة الدول العربية قال كل أمور غامضة فمن أرجع بشار الأسد إلى جامعة العرب سؤال الأيام كفيلة بالجواب يعني لاحظت مثلا أنه وضع عندما بدأ يتحدث على هذا خطاب النصر وكأن الجزائر هي التي انتصرت نعم هكذا حاول أن يظهر وأن هذه المبادرة الجزائر اللي عملت عليها وأن لم شمل العرب يتجسد في عودة الأسد رغم ما في عنقه من جرائم تعافها حتى وحوش الغاب هذه هي الحقيقة راحوا يتحدثون ورحب بسوريا سوريا لما تم تجميد عضويتها كان بسبب ما يجري من أحداث حيث كان ما يحدث أنذاك مقارنة مع ما حدث لاحقا لا يساوي شيئا يعتبر ثنين بالميام عن جرائم التي حدثت فيما بعد ورغم ذلك قامت جامعة الدول العربية بتجميد عضوية سوريا ووصل الحال إلى فتح أو تسليم المقعد إلى الإئتلاف السوري وفي قطر واعتبر على ذلك انتصار للثورة السورية وبعد ذلك ينقلب الوضع من النقيض إلى النقيض الأيام القادمة كفيلة بذلك لكن المراحظ في الموضوع كله أن وزير الخارجية كأنه يلقي خطاب النصر لأطروحات الجزائر وهذا واضح هذا واضح بمعنى الكلمة لأن الجزائر راه في صف الأسد منذ البداية لو جاء هذا الخطاب من دولة كانت متوازنة في موقفها وحيادية إلى حد ما لا اعتبرناه ليس خطاب نصر ولكن الجزائر حاليف للأسد منذ البداية وقفت ضد تجميد عضوية بشار الأسد في جامعة دول عربية وقفت ضد إدانة حزب الله وإدراجه في قائمة الإرهاب كانت كلها مواقفها مع الأسد منذ البداية إلى الأخير وكان خطاب أحمد عطاف هو إعلان نصر لحلف الأسد ويتمثل في العطراف التي وقفت مع نظام الأسد إيران روسيا العراق لبنان والجزائر والحوثي في اليمن هؤلاء لذلك خطاب وزير الخارجية ليتكلم بهذه الطريقة فهو يتحدث عن نصر لكن على من؟ على الشعب السوري وعلى الدول التي كانت في صف الشعب السوري ووقفت ضد جرائم بشار الأسد المملكة العربية السعودية قطر والدول الأخرى التي أعلنت مواقفها مناوئة لبشار الأسد وتطاول عليها الأسد بما يندله الجبيل إذن أحمد عطاف راه في كلمته أعلن بصفة رسمية وليس باسم الجزائر ولا باسم النظام بل باسم الحلف الذي ينتمي إليه أعلن أن ما حدث هو انتصار على المحور الآخر الذي ساند الشعب إذن أحمد عطاف في كلمته ومن جدة راه أعلن الانتصار على المملكة العربية السعودية وقطر وكل والكويت والبحرين والدول التي أعلنت مواقفها المؤيدة للثورة السورية والمدافع عن الشعب السوري والمساهمة بشكل جماعي في حل الأزمة في هذا البلد الشقيق فضلاً عن التقارب الحاصل في العلاقات العربية مع الجارتين تركيا وإيران البلدين الجارين تركيا وإيران كأنه وضعهما في مستوى واحد تركيا ليست لديها ميليشيات في الدول العربية وتزعزعها من الداخل إيران تحتل خمس عواصم عربية تحتل بغداء تحتل صنعاء تحتل دمشق تحتل بيروت وأيضاً تحتل الأحواس هذه هي الحقيقة ولكن تركيا ماذا فعلت؟ تركيا دعمت الثورات العربية وأعلنت مواقف الثورات العربية فانزعجت منها بعض الأطراف المناهضة للثورات الشعبية هذه هي الحكاية وما فيها تركيا ما أرسلت ميليشيات ولا صنعت أي شيء أعلنت مواقف في ليبيا والأيام أثبتت بأنه الموقف التركي هو الذي خلق نوع من التوازن وإلا لا شاهدنا القذافي خرجهم القبر يصنعونه وتمثاله يخليه ويحكي نعم المهم لكن أنك تحطهم في نفس المستوى تركيا دعمت الشعب السوري هو جابها في سياق الحديث عن الثورة السورية تركيا وقفت مع الشعب السوري في ثورته ضد نظام الأسد إيران قاتلت مع النظام السوري إذن على أي تقارب تتحدث عن أي تقارب تتحدث حتى تضع الأمرين في نفس الميزان ثم أيضا تحدث عن لم الشمل يا 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 ابن الإيه كيف لم الشمل اللي تتحدث عليه وأنتم شتدتم شمل المنطقة المغاربية يعني يروح هناك ويحاضر على لم شمل العرب وعلى بعض الأمور لتحث على الحوار والعلاقات الهادئة وحل الأزمات سلميا وكذا كذا وفي نفس الوقت رفضين أي وساطة لحل الأزمة مع المغرب يدعمون البوليزاريو بالأسلحة كي تقاتل المغرب وهي حركة انفصالية في نظر كل الحاضرين تقريبا الذين يحاضر عليهم أحمد عطا وين هو وين هو لم الشمل لكن قبل ما تروح هناك وفتحتوا جبهة حوار مع المغرب واستطعتم أن تنجحوا في لم شملكم مع المغرب لو رحت هناك وحضرت في لم الشمل رهيس معك العالم لأنك قبل ما تتكلم أنت جسدت لم الشمل في الواقع أنت قطع علاقتك مع جارك وتتهمه بشتى الاتهامات وتعمل ضد أمن القومي بكل الوسائل وريح لي للسعودية جدة وربما بعد ما تكمل الخطاب تروح تأدي فيها عمرة لـ 75 كيلو متر تفصيلك عن مكة المكرمة ثم تعود وخلاص لأنهم هؤلاء يتحدثون من أجل أن يتحدثوا لم الشمل ليس كلمة تقال بل هي أفعال أولا وقبل كل شيء وقبل أن تحاضر على الآخرين يعطاف في لم الشمل العلاقات العربية والعمل العربي المشترك هذه الجملة اللي هي أسخف جملة يمكن أن تنال جائزة الغباء الاستراتيجي لأنه لا يوجد عمل العربي مشترك كل دولة تعمل لحالها وكيف فضحتها الثورات اندلعت الثورات مزق شملهم ثم بعد ذلك عندما مشات الثورات في مصارات مختلفة ومتناقضة زي تناقضت أفعالهم وراهم يلتقوا يتحدثوا عن العمل العربي المشترك ثم وبعدما ينفذوا كل واحد يلعب ألعبه يعني أكبر حاجة راك في قمة في قمة تحاضر وحضرة سوريا والجزائر لتمثلها يا عطاف منعوها في قمة منذ أشهر قليلة أن يحضر الأسد رغم أن الطبخة طبخت قبل القمة نعم طبخت قبل القمة والأمور راهي ماشية منذ مدة وإذا عرضتم أن تروا مواقف الدول تابعوا إعلامها كيف يتغير شوفوا خطاباتهم وكلامهم تجاه المشهد السوري ستعرفون أن القضية راهي بدأت منذ مدة وبدأتها الأجهزة الاستخبارية ثم وصلت إلى هذا المستوى المهم تكلم أيضاً على قضية فلسطين وطبعاً الجزائر بشي يعطي قيمة إلى كلامهم يبدو ديراكت يحكو على فلسطين وهو قال لك رانمت مسكين بمبادرة السلام العربية لعام 2002 وش فيها مبادرة السلام العربي؟ لقد حرسنا في قمة الجزائر على تثبيت القضية الفلسطينية على رأس أولويات العمل العربي المشترك وأكدنا على طابعها المركزي وعلى تمسكنا جميعاً بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة أركانها وضوابطها فيها حل الدولتين معناها اعتراف بإسرائيل معناها دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية في حدود السبع وستين وعاصمة القدس الشرقية هو ذكر القدس الشريف ما حبش يذكر القدس الشرقية في منظومة دولية ما كان شيء اسم القدس الشريف يعني كيتروحوا للغرب تقولوا لهم القدس الشرقية يعني القدس الغربية راهي إسرائيلية وكيتروحوا هنا بشتغطوا في القدس الشريف لأن القدس الشريف يقع في القدس الشرقية هذه هي الحكاية يعني في النهاية تمخض الجبل ولا دفع وعليش في أعلامكم الكيان الصهيوني والصهيينة وهذا الكيان ومش نعارف واشي ها وهنا يراه يقر بحق إسرائيل في دولتها وراهي دولتها قائمة والعمل راه يجري على قدم وسار من أجل أن تكون دولة الفلسطينية والتطبيع أصلاً مش مجرب المبادرة أصلاً تتحدث أنه عند قيام حل الدولتين ممكن التطبيع مع إسرائيل وانهي شعارات الجزائر مع فلسطين ظالمة ومظلومة والجزائر لا تعترف أصلاً بالكيان ها هي تعترف لك بحق إسرائيل في الوجود إذن مجدوش تحكو على حكاية الكيان أو أنكم جرموا الدول التي طبعت دول أي طبع علاقتها وراهي تدافع أصلاً حتى هي عن حق الفلسطين في قيام الدولة وعليش تقيم الدنيا ولا تقعدها على المغرب عندما طبع والمغرب دائماً يذكر بحق الفلسطينيين في الدولة بش تعرف بأنه نظام عسكري كذا أمر آخر راه يتحدث حول هذه تعلم شمل الفلسطينيين وقع في زلة لسان المدرجة في إعلان الجزائر للم الشم من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية الذي وقع بالجزائر الذي وقع بالجزائر هو يتكلم على ذلك الإعلان الجزائر قال الذي وقع في الجزائر وبعد ذلك الذي وقع في الجزائر والله هي زلة لسان على كل حال ولكن أحياناً زلة اللسان تكشف الواقع لأنه هذا الإعلان تبون بعد ذلك رو في حواره مع الجزيرة تحدث عليه باللي رهو رهو تشربك وتفربك وخلاص رو في شل المشروع منذ فيطرة فقط منذ أيام قرروا في شل المشروع لكن بعد رجوعهم رجعت الأوضاع إلى مكان تالي كان فيه برنامج آخر كان فيه برنامج على أساس قبل نهاية السنة تقام اجتماع منظمة تحرير الفلسطينية في الجزائر تعاد تركيبتها بنضيمان حماس إلى منظمة تحرير الفلسطينية ثم يمشوا لانتخابات تشريعية الفلسطينية وانتخاب رئيسي لأخيره أررنا ما كسروها ما فما تكسرش لحد الآن ما حناش جواب بلا تحدث عن الأصل الأزمات السياسية وبؤر التوتر جيد أنا معك يجب أن تنتهي الأزمات السياسية الصراعات بي في داخل الدول الصراعات السياسية عمرها لا تأتي بخير المنافسة السياسية في ظل جو ديمقراطي جيد ولكن الصراعات بسبب رغبة الحكام في البقاء في السلطة ورغبة محكومين معارضين الوصول بسرعة إلى السلطة ويحدث تحدث مواجهة والمسحوق هو الإنسان هو الإنسان في هذا البلاد صح حاول جزائر تعمل على صنع بؤر التوتر في دول المغرب العرب هاي تعمل تمول في البوليزاريو بالسلاح وتدفع فيها إلى المواجهة والحرب مع المغرب إذن أنت تحاول تحللي أزمات وبؤر توتر أخرى حكي على السودان حكي على ليبيا حكي على الأشياء أخرى بل حكي على ليبيا وقال تدخلات تدخلات الأجنبية الحل ليبي ليبي هاكم أنتم أدخلتم الأمم المتحدة وأدخلتم كل القوى في المنطقة المغاربية أدخلتم إيران في نزاع الصحراء وين هي الواقعية التي تتحدث بها يا أحمد عطار تحدث على تعزيز العمل العربي المشترك وقلت لكم بأن العمل العربي المشترك هي حكاية فاضية وتحدث أيضا على تعزيز البعد الشعبي في العمل العربي المشترك والله كلام لغة خشب أنتم أصلا في الجزائر الشعب الجزائري ما هو معطرف بهذه السلطة حاكمين الشعب الجزائري بالسلاح والنار والبرون هذه هي هو أصلا وجوده في هذا المنصب عينه عسكر ما جاش عن طريق انتخابات ولا عن طريق مؤسسات ولا أي شيء عينه العسكر وراح هنا يحاضر على البعد الشعبي وأصلا أنتم تدافعون عن نظام سوريا الذي قتل الشعب وأباد الشعب وهجر وذبح وقتل حتى بالكيماوي مضحياه بمختلف من جرحى ومهجرين ونازحين وفرين ومعذبين ومختفين ومقتولين رهم في حفاته عشر مليون يعني أنت تحكي على البعد الشعبي في العمل العربي المشترك وجايبين نظام تدافعوا عليه هو دمر شعبه دمر بلده أي تناقذ هذا يمكن أن تقدمه لهذه القمم التي على رأسها مثل أصحاب هذه الخطابات البائسة كما يفعل أحمد عطار تحدثوا على العلاقات الهادئة والوحدة العربية ولم الشم العربي وأنتم تعادون المغرب وتدفعوا في الأموال دول غير عربية كي تستهدف الأمن القومي للمغرب تدفعون في الأموال إلى لبهات في دول مختلفة كي تقوم بتشويه حتى النساء المغرب يعني بالله عليكم أي عمل عربي مشترك هيا سيدي إذا كان تؤمنون بالعمل العربي المشترك خلي الجامعة العربية تعلن مبادرة من أجل حل الأزمة ما بين الجزائر والمغرب أنتم ما جايين دالي هي الححاية كلها كما يقولون في اللاجة الجزائرية أنه لم شمل كل هذه فقط باش يرجعوا نظام الأسد إلى بيت العرب فقط أما لو كان لم شمل الحقيقي لما داروا قمة خليجية المجلس تعاون الخليجي في ظل أزمة اللي كانت قائمة مع قطر عندما داروا قمة باش يوحدوا للأمور تصالحوا هايا ديروا لم شمل حقيقي أول حاجة البشار الأسد هذا اللي جبتوه لم يتبيه شمل عرب هواه إيراني وليدافع عليه ميدانياً إيران وربما الطائرة اللي جاي فيها أو طاقم حراسة إيراني دول العراق رهي ميليشيات إيرانية لبنان يحكمها حزب الله الإيراني أو حزب إيراني في لبنان زي اليمن ها هي الحوثي مسيطر على العاصمة والحوثي راه أحد فصائل الحرس الثوري النعم وان هي وان هو العمل العربي المشترك جلسين كل واحد هواه في واد والجزائر أصلاً بنفسها نظامها يأكيد الجيران راه لخبط وضع في تونس يدير في حرب ويشعل في حرب ضد المغرب وما إلى ذلك من هذه الأمور أعتقد بأن أحمد عطاف بهذه المحاضرات وبهذه الأطرحات هو فضح النظام الجزائري ليس إلا وهو يبين للعالم النفاق الذي هو صار أساس هذا البيت المسمى جامعة الدول العربية وهي في الأساس جامعة أنظمة وحكومات تخضع لأمزجة الحكام ويكفي دلالة أنهم في 2011 كان مزاج الحكام العرب ضد يماهي نوعاً ما الثورات فطردوا الأسد والآن مزاجهم مناهض للثورات فأرجعوا الأسد وما بين الطرد والرجوع كين ملايين الضحايا أنها من الدماء والدموع ستبقى معلقة في عنق كل من شارك فيها أو باركها أو أنه يحاول أن يغسل يداً ملطخة بدماء أطفال الحولة وغيرها والقادم سترون ما هو أسوأ ومن يراهن على أن من هو مستبد في داره يمكن أن ينشر الديمقراطية بين جيرانه فهو واهم بل العالم العربي يتجه نحو استبداد غير مسبوك وهو مؤشر على أن القادم سيكون تدهور الاستقرار وتفكك الجغرافية العربية لأن مشكلتنا الحقيقية هي في الاستبداد والفساد ولن تهنأ أوطاننا ونشعر بالأمن والاستقرار إذا لم نحارب عقلية المستبدين ونخلق جو من الرأي والرأي الآخر والمنافسة الشريفة من أجل بناء الأوطان ودون ذلك فالعسكر إن حكموا أو حكم مدني بعقلية عسكري فالمآل حرب أهلية ثم تمزيق الجغرافية السياسية والديمغرافية أيضاً بين البلاد والعباد واذكروا كلامي جيداً مسؤول مجلس الأمة في عرف الدستور هو الرجل الثاني في الدولة تجاوزت تسعين سنة من عمري لا يذكر من تاريخه إلا اللحظة التي هو فيها عندما يشرب كاس قهوة خلي ساعة وحاول تذكروا بها يحكي لك بأنه شرب كاستان هذا هو واقع قوجيل هذا الذي جبوه من المتحف وعطوه مجلس غمة لموا فيه الناس مصابين بالزهايمر حطوا فيه بعض الأشخاص باش يزركشوا المشهد وسموه مجلس الأمة اللي قرر القوانين ويتحكم في مصير الجزائريين وإن كان على مستوى الشكل فقط لأن الذين يحكمون في كازرنات لا يؤمنون بديمقراطية ولا بانتخابات ولا بمؤسسات ولا بمنافسة بين الأحزاب السياسية هذا صالح قوجيل قلت لكم تجاوزت تسعين سنة مصاب بنوع من الخرف هذه الحقيقة نوع من الخرف يقول ويتكلم ولا يدري ما يهرف به ولا يعرف أنه كان يهرف أو أنه يغرف مما لا يغرف منه خرجنا خرج لما البرلمان الأوروبي دار لائحة يطالب بإطلاق صراح معتقلي الرأي وإطلاق صراح صحفيين راهما مسجونين حبوا الجزائر استنفرت كل وسائل إعلام السيادة الجزائرية عدم التدخل في شؤون الجزائر وما إلى ذلك ولكن ما كان ولا طرف قال بأن الحقيقة أنه فيه إحسان قاضي صحافي مسجود فيه صحافي أخر راه بن جامع مسجود وأنه هناك تضييق على حرية الرأي وأنه هناك معتقلي رأي أنت قبل ما تفكر الآخرين كيف تدخلوا في أمورك شوف أول حاجة ناقش الأسباب التي جعلتهم يتدخلون هل أنا وفرت لهم ماذا لو أنه ما فيش مسجين رأي حقيقة وما كانش صحفيين في السجن وما كانش صحافي أدانه رئيس جمهورية قبل ما يحاكم وسمىه خبارجي وكذا 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 وحرض عليه القضاء باش يدينه وحاكموه بسبب أنه عنده راديو وموقع هو صحافي وسجنوه على أراءه لو كان هذا كل ما كانش أنا واحد من الناس يقول الاتحاد الأوروبي على هي كذا لكن الجزائر عندها أكثر من 200 واحد معتقل رأي عندها صحفيين معتقلين وكلي كانوا رهموا لاحقين وكاين اللي كانوا في السجن وخرجوا وهذا كاين استبداد بلغ مداه هذا هو الواقع أنا قبل ما نصدى الآخرين نردت بيتي الداخلي أنه لا يعقل أني أنتهك حقوق الإنسان والجزائر موقع على مواثيق دولية من أجل احترام حقوق الإنسان وأننا نرتكب في جرائم بحق الإنسان عندما يجوا الدول أخرى يتحدثوا على الانتهاكات لا لا تدخلوا في السيادة وما عندكم ما دخلكم وتبون كي يحكولوا على منظمات دولية رأي تحكي على حقوق الإنسان يقول لها معلش ما يحكوش على فلسطين يعني مدام كينا فلسطين ما حكوش عليها أرواح تدير أكثر مما يديروا إسرائيل في حق الجزائريين ومدام هذموا المنظمات ما هدلوش على إسرائيل ولا مدام إسرائيل رهي تقتل في الفلسطينيين نعيب عليهم إذا ما تكلموا عن حقوق الفلسطينيين هذا شيء ولكن أي نظام ينتهك حقوق الإنسان ويرتكب مثل ما يفعله النظام الجزائري يجب أن يتكلم عنه ولكن لا عجب لا عجب لا عجب في شعبان ولا رمضان ولا رجب هذا هو الواقع النظام الجزائري اللي يدافع على نظام بشار الأسد اللي قاتل ارتكب جرائم حرقة القرن ويشوفه نوعادي جدا ولا شيء المهم سوريا ترجع ويشوف فيها مدار بشار أسد هو دفع عن الدولة بل أكثر من هذا نظامنا هذا أصل قتل ربع مليون جزائري يعني بالله عليك رح يفكر في احترام حقوق الإنسان من المستحيل بدل أنه شوفوا النظام الجزائري كيكون في ورطة دائما يتهرب منها لما ماكرون هاجم النظام الجزائري قال أنه نظام سياسي عسكري وأن تبون عالق في هذا النظام العسكري وأنه كذا وكذا وكذا وأنه النظام أضعفه الحراك هذا الحكاية اللي حكاها كين تفضوا ضده ما رحوش الحويج هذه سلطاهم مباشرة لما قال جزائر لم تكن أمة صنعتها فرنسا وعمدوا شهداء المجاهدين وكذا وكذا ولا تكلموا كلمة واحدة على قوله بأنه نظام سياسي عسكري ولا تبون بأنه عبارة عن دمية لدى العسكر هكذا قال مش داروا لما جاء ماكرون إلى الجزائر بينونه أصلا بأنه تبون دمية عند العسكر داروا معاه اجتماع وغير معاه الجنرالات وتبون سيفيل في وسطهم ها وش معنى هذا وش معنى هذا معنى هاتبون راهوا في نظام سياسي عسكري وأنه عالق في وسطهم يعني سبحان الله يحكموا حاجة فقط ويكبروها باش يغطوا عن الفضائح الأخرى واللي قالوا ماكرون كله صحيح كله صحيح مفهوم الجزائر كدولة بالمفهومها الحالي ما كانت موجودة من قبل تم تشكيل الدولة بعد الاستقلال أما قابل فمرت دول وتاريخ أنا لا أطعم في تاريخ الجزائر ولا في الجزائريين لا لكن بمفهوم الدولة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الحالية نشأت بعد الاستقلال ما قبلها ما كانت موجودة لكن كانت الجزائر طراب وجغرافيا وشعب موجود وهذا شيء آخر شيء آخر وكل الدول تقاها مرت بمحطات ومرت على تاريخه وشهدت إمبراطوريات ودول جات ودول راحت هذا كل عبر التاريخ لكن ما قاله هذا إذا كان يقصد هذا هذا شيء آخر أما إذا كان يقصد أشياء أخرى على أسس أن الدولة الجزائرية ما كانت أصلا موجودة ولا شعب موجود أو يقصد بأنه كانوا فرنسيين فهذا باطل وبهتان فقط المهم صالح جوجيل خرج وش يقول الجزائر هي من تمنح الدروس في مجال حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان استنكر رئيس مجلس الأمة السيد صالح جوجيل يوم الثلاثاء اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي مؤكدا أن الجزائر هي من تمنح الدروس في مجال حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان وليس العكس والله أكبر أنا قلت لكم رهو يخر أنا شكيت فيه روكي كان يهدر يعتقد في نفسه بأنه رئيس الكونغرس الأمريكي ربما ولا رهو جاي من كوكب وحده هل أي حقوق الإنسان تتكلم عليها إنه يومين الناس تعتقل واحد يكتب منشوره في الفيسبوك يلقى روحه عند الأمن ما تقدرش تتكلم سحي سياسية مفرغوها ميتة ولا حزب يستطيع يقول شيء ولا جريدة تستطيع تكتب شيء ولا ول 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 استبداد غير مسبوق في تاريخ الجزائر وش من محاضرات في حقوق الإنسان هو هذا هذا الدينسور وش يشوف حق الإنسان وش هو يأكل أكرمكم الله يمشي للحمام ينام ولا يفكر عنده أزر تعطيه له الدولة تحب الدولة تسجن ولا تدير فيه وش يحب هذا شأن حق الإنسان مش في الرأي حق الإنسان ليس في ممارسة الحياة السياسية ليس في الكرامة الأدمية في نظره حق الإنسان يأكل ويشرب ولا رأي يشوف الإنسان اللي موجودين عنده في مجلس الأمن يشوفهم يخلصوا مليح رأهم عايشين خمس نجوم خلاص الجزائر رأهم لا وعائلته هو عايش في نادي الصنوبر فيلا فاخرة سيارة فاخرة حرسوا وكذا وكذا هذا هو الإنسان في نظره يقل يكتو حاضر على الجزائر خليتنا نكمله في هذا الهبل اللي يقول فيه في كلمة له عقب مصادقة أعضاء مجلس الأم على ثلاثة نصوص قانونية قال السيد جوجيل في رده على لائحة البرلمان الأوروبي التي لقيت تنديدا سمعوا الكذب أن الجزائر هي من تمنح الدروس في حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان وليس العكس كونها إحدى مبادئ الدولة الجزائرية ومرجعياتها وأدبياتها المكرسة في بيان أول نوفمبر ربع أو خمسين وفي دستوره الذي زكاه الشعب الجزائري في الفاتح نوفمبر الفين وعشرين يا كذا يا ديناصور الاستفتاء هذا الجزائريين ما شاركوش فيه الدستور هذا ما لحقش مليون ونص اللي قالوا عليه نعم من تسعة ما قريب خمسين مليون جزائري هاي أناخبة قريب خمسة وعشرين مليون جزائري ما راحوش وين زكه الشعب الجزائري الشعب الجزائري اللي تشوف فيه رأيك تشوف فيه بغيرك المجموعة اللي دايرا به يعني هنا رأي يودين في الدولة الجزائرية يعني في نظرك هذه هو حقوق الإنسان أنا قلت لكم هذو ديناصورات هذو مرام يدافع على بطونهم هذا رأي الله لا يدري واشتعش البارة يا هذي معلومات مش تحليل أنا الناس اللي يعرفوه عن قرب حكولي قالوا لي أحيانا يغلط يروح راحي قريب يركب فيه لها مال تعتمو بين كلما يقودوه يحطوه يتبولوا ورقة يقرهوا وخلاص هذو من اللي يصنعوه في الهيئة التشريعية تعد دولة الجزائرية في زمن حكم العسكر يحط لك نواب كلهم عندهم ملفات سوداء يحط لك سيناتورات في مجلس الأمة يا خرف يا راهو راهو محرف يا راهو لص وحرامي وفي رقبته كثير من الأمور لو يعواجي طلعوا للملفات هذا هو الوقت هل ننزيد ونقر بعض الصوت وأضاف أن من دعائم الجزائر الجديدة أيضا مساندة الشعوب التي ما تزال ترزح تحت الاستعمار وتناظل من أجل تقرير مصيرها بنفسها وفق مبادئ الشرعية الدولية ثم يقول وفي هذا الصدد جدد رئيس مجلس الأمة التأكيد على استمرار موقف الجزائر والثابت والمطلق بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف مشير إلى مسؤولية المجتمع الدولي في تسوية مخلفات النكبة التي تسبب فيها منذ سنة 48 كما رفع من أجل تمكين الشعب الصحراء ومن تقرير مصيري والإنعتاق من نير الاحتلال المخزني مباركاً له خمسينة خمسينية كفاحي ونيذا كيف تقرير مصيره؟ تقرير المصير يا دينسور رأوا إما يقول ورانا مغاربة ولا يقول ورانا صحراء أما أنت تقول تقرير المصير على أساس دير الدولة هذا ما هوش تقرير المصير أنت فاهم تقرير المصير كما فاهم كيفاش يقودوك تروح تركك ولا كيفاش يوصلك للحمام لأنه ما يقدر يدخل للحمام يقضي أموره الطبيعية لوحده صدقوني هذا هو الواقع يعني بالله علي يعني الخلق مننا حقوق الإنسان وفلسطين وكذا والشعوب أنت في الوقت اللي كان يتحدث فيها هكذا الجزائر راه تتآمر تتآمر على شعوب أخرى شعب التونسي قرر مصيره بثورة ثورة شعبية شهد لها العالم تعامرت عليها الجزائر وحولتها إلى دولة بلغت منتهى الاستبداد نعم الشعب السوري خرج في ثورة الجزائر إنحازت إلى القتلة بل إنحازت إلى الغزار إلى إيران وروسيا وما إلى ذلك يعني في رأيكم الشعوب كي غير ما تسمونه الشعب الصحراوي ولا الشعب الفلسطيني ما كان الشعوب أخرى ما كان الشعب الجزائري يريد تقرير مصيره لو أن الشعب الجزائري قرر مصيره بمفهومكم أنتم مستحيل تشوف هذا صالح جوجين رئيس مجلس الأم ما يصلحش حتى يكون بواب البقية نخليها لكم أنتم تقولوها فيه على الأسف الشديد هذا يدل على مدى الانحطاط اللي وصلت له الدولة الجزائرية تجي ترد على برلمان أوروبي ترد عليه بهذا الجوجين الذي لا يميز بين القط والبط وما هوش فاهم أصلا تقرير مصير ما هوش فاهم حقوق الإنسان الوشيائية ما هو فاهم فيها بند المهم أن الدول الأخرى ما تقولوش لكن لما يجي البرلمان الأوروبي يدين المغرب أو يدين أشياء ضد المغرب يباركونها أي يوم مبارك تخيل لو البرلمان الأوروبي قال وحقوق وانتهاكات حقوق الصحراويين كذا يوم قلها لكم يسبحوا بحمدها ويصلوا بها صلوات خاصة بهم هم اللي يبدعوا فيها بهذا الكلام نظام كذاب لا يحترم لا قرر مصير شعوب ولا يحترم حقوق الإنسان ولا أي شيء من هذا القبيل وجاي حاضر على الآخرين لن تشرق شمس غد جميل على شعب جميل مثل الشعب الجزائر ما دام على رأسه دينصرات لا يذكرون من ماضيهم شيئا ولا حاضرهم لا يفقهون ماذا سيفعلون أو أن هناك خففيش الظلام في جزرنات وأقبية المخابرات هم من يقررون مصير شعب قال يوماً وطالب ورافع يوماً لدولة مؤسسات مدنية وليست لدولة ثكنات عسكرية واذكروا كلا لا جدا الجيش الجزائري الذي هو أقوى جيش في المنطقة الذي هو جيش لا يقهر الذي هو جيش الآن ربما يراه يضاهي جيوش القوى الكبرى راه مستنفر هذه الأيام ليس من أجل حسم ما يجري من إرهاب في منطقة الساحل والصحراء ولا من أجل تأمين الحدود التي عجز في تأمينها حقيقةً بسبب الفساد بسبب الرشوة بسبب مخادعين همهم بطونهم على حساب أمن أوطانهم هذه هي الحقيقة هذا الجيش الذي حاولوا يصوروه أنه جيش سليل جيش التحرير وعنده جنرالات كل يوم نسمعه جنرال داخل الحبس وهم كانوا في مناصب المسئولية والقطاعات شديدة الحساسية هذا الجيش لمقدرش يفكروحه ونقولوها ونحن كلنا في الجيش من جماعات الإرهابية ومسلحة في التسعينات لو لم يتم تسليح المواطن الأعزل لحمل سلاح ودافع عن العسكر في كازارناتو نعم هذا هو الوقت هذا الجيش رهو مستنفر هذه الأيام استنفار كبير كما قل لكن من أجل ماذا رهو حرب كبير على مواقع التواصل الاجتماعي يعني الجيش هذا وقوته حول الكازارنات إلى ذوباب إلكتروني عاتين أوامر للجنود كل واحد حل حساب زوجي ثلاثة على قدر ما تقدر على قدر ما تقدر باش تتهاجم الناس وتسبوته وتروش وتروحوه كيدير تبون خطاب باش تسمعوه كي يجي يشوف شنجري حدار خطاب باش تفرجوه من أجل يرفع نسبة المشاهدة وحملاته والتبلغات وما إلى ذلك دور ذوباب إلكتروني كازارنات بدل أنه تكونهم وتعلمهم الاحترافية وكذا وكذا وتخليهم كيش ما يصنعوننا حاجة حولوا كازارنات كل إلى ذوباب إلكتروني هذه الأيام رهودة مدورينها غير ملتقيات كل يوم ملتقي واك تعرفوا كل ملتقي ماذا يكلف ويكبد الخزينة العمومية من خسار داروا زوج ملتقيات في يوم يوم 21-15-2023 هاكم تشاهدوا السيد اللواء سابع مبروك مدير الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي يشرف على مراسم افتتاح الملتقى الوطني المعنون الدعاية والدعاية المضادة في البيئة الرقمية الأشكال الطرق والأسليم أشرف السيد اللواء سابع مبروك مدير الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي اليوم 22-15-2023 بالمدرسة العليا العسكرية لإعلام الاتصال بي سيدي فرج الناحية العسكرية الأولى على مراسم افتتاح الملتقى الوطني المعنون كما ذكرنا العنوان الدعاية والدعاية المضادة في البيئة الرقمية الأشكال الطرق والأسليم هذا الملتقى الذي يندرج ذمن الأنشطة العلمية المتعلقة بالقضايا المستجدة المقترنة بتطور التكنولوجيات الحديثة لإعلام الاتصال يهدف إلى التعريف بأهم التقنيات والآليات المستخدمة في مجال الدعاية والدعاية المضادة عبر الفضاء الافتراضي وطرق توظيفها خلال الحروب الافتراضية وكذا تحيين معلومات المشاركين وإكسابهم القدرات التحليلية الموضوعية للقضايا الراهنة والمستجدة ونقدها الموضوع من خلال مداخلات نشطها أساتذة جامعيين مختصين عسكريين ومدنيين هذا الملتقى راهو ضد الفيسبوك تبون قبال راهو حذر الجزائريين من فيسبوك أو قالهم أنا نحذر المواطنين من هالفيسبوك جاي من دولة ما تبغي ناشي الخير حاو حذر الجزائريين من فيسبوك وجاقبل آخر ضابط أيضا حذر حتى هو من الفيسبوك بطريقته اسمعوا الناس لك يتحارب فينا غرب هذك الفيسبوك الفيسبوك يدلك أي حاجة يبط لك المعلويات رح ما كلش الآن راهو مديرين ملتقى الدعاية والدعاية المضادة واعطاه الموضوع هذا وكل الحكاية وما فيها يا ناس راه فقط راهو يكشف الكل هاجس اللي عايش والجيش لأنه الجيش معليش دير ملتقى حول الدعاية والدعاية المضادة خاصة في مديرية الإيصال والإعلام والتوجيه وأنا كنت من قبل في هذا المجال وكنت ندير محاضرات وكنت نشارك في ملتقيات وكنت نكتب في مجلة الجيش حقيقة ما كانش أنا ذاك مواقع التواصل الاجتماعي لكن كنا نكتبه على قضايا كبرى وقضايا سياسية وما يحدث في العالم ولكن أن الجيش دير هذا الملتقى الأول أكيد راهي خزانة كبيرة وراكم شايفين صور أمامكم واشجابوا ضباط جايبين واحد الأساتذة جامعيين ويتحدثوا على الدعاية وكلها من خلال ما تابعت هذا الأمر كلها تصب في جانب واحد هذا الجانب الواحد يتمثل في أنه ما يجري كلها عبر شبكة التواصل الاجتماعي راهي دعاية ومؤامرة ومؤامرة تستهد في الأمن القومي أنه ما يتكلم وما ينشر على الجيش عبر مواقع التواصل الاجتماعي راهي مؤامرة خارجي هذه مؤامرة وأنه كل واحد يساهم في نشر هذه المعطيات وهذه المعلومات أو يفتح صفحات في هذا المجال يتحدث عن تقرير مثلا الشعب الجزائري لمصير الدولة المدنية راح يقول لك راهي مؤامرة أو حتى لينتقى التدخل الجيش في الشأن السياسي راهي مؤامرة وما إلى ذلك من هذه الأمور هذا هو مختصر الكلام وهذا كله فقط هدفه أولا صرف الميزانية كي ينقربوا لنهاية السنة تعرف بالله هم عندهم ميزانية ضخمة راهي تقريبا ثم 18 مليار دولار العام هذه لازم يكملوها إذا ما شراوش بها حواج راح يفضوها في الملتقيات ورح يبدو من الآن لنهاية السنة أو ما زال ما كملناش رانا في الشهر الخامس ما زاله سبعة شهر لكن السبعة شهر هذه يخلقون فيها سبعمائة ملتقى كله باش يفرغوا الميزانية فقط يعني أنت بل الذي سيفيد المواطن الجزائري جي تحكيله على الدعاية والدعاية المضادة أن مواجهة الدعاية باش نقولها لكم من المختصر المفيد أن الدعاية وحقيقة فيها حروب ناعمة فيها حروب تستغل مواقع التواصل الاجتماعي حروب رقمية حروب سيبيرانية وما إلى ذلك موجودة كلها هذه هذه توجهها الحروب السيبيرانية توجهها بتطور تكنولوجيا ورقمي وإن شيء من هذا القبيل أكنت عارفها لكن الدعاية والدعاية المضادة أولا أنت تدير دعاية وعندك أولا كان دعاية ضدك وأنت تدير وحدة مضادة لها أكو مشك بتحويل تلك الدعاية إلى مؤامرة خلاص قضيت عليها أو لازم أول حاجة المتلقي والمتمثل في المواطن الجزائري هو الذي الفيصل ما بين الدعاية والدعاية المضادة هل يتلقاها المواطن أو لا المشكلة أنه المواطن الجزائري لا يصدق الإعلام الجزائري الآن أنا أعتقد بأنه أسهل شعر أنه يتحول إلى ضحية للدعاية المضادة أو الدعاية المناهضة للدولة الجزائرية وتسهدف أمنها هو المواطن الجزائري لأنه أول حاجة النظام الجزائري كذا عمره ما يعطي الحقيقة وثبت أكثر من مائة ألف مرة أنه يكذب دائما يكذب يعني حتى ما دير حتى تغيير معين وجوه جديدة تغير حتى ما يبينوش كذبين هم نفس الأشخاص الكذبين يرقيهم في المناصب ويغير فيهم من سيصدقهم أمر آخر إعلامنا ما يتناولش الأشياء التي تهم المواطن ما كانش فيه مجال الحريات أنت بالله عليك الآن الجزائري اللي ينتظر أخبار الدولة الجزائرية من صفحات فيسبوكية يجهل من وراها أنت بالله عليك هنا يمكن أنه تواجه الدعاية بدعاية مضادة يعني أنت لما تجي تقول فيه مؤامرة على الجزائر وغالق باب الرأي الآخر وجايب غير النخب اللي تحلم في أواني العسكر ولا واحد في المحاضرين انتقد ضعف الدعاية اللي يقوم بها العسكر والنظام الجزائري ما عندوش إعلام مؤثر في مستوى العالم فيه دول فرضت نفسها بمؤسسات إعلامية ضخمة ونشوفه في قطر قطر مؤثرة في القرار الدولي بفضل إمبراطوريتها الإعلامي الجزائري واش عنده؟ عندها غير نشرة الثامنة وقنوات صارت تحكيل يعني الجن وتحكيل يعني مش نعارف واش واحد الخزعبالات يعني تعافها يعني يعافها الإنسان حقيقة وهذا اللي وصلنا للأسف الشديد شوف إذن انت قبل ما تفكر أنه فيه دعايات ضد الجزائر فكر ترى كيفاش أنت الدعاية نتاعك والرؤية نتاعك كيفاش رهي توصل انت الدعاية نتاعك ما تتجاوزش الكازارنات الكازار في الكازارنات وما يؤمنواش بيها تعني نعرفهم عسكريين يتكلموا معي يقولي نظام كذا انت ما تستطيع تقنع العسكر بأخبار جيبهم رح تقنع لي أنت العالم تعني ما عندنا إعلام في هذا المستوى انت قبل ما تتكلم هذه والحروب الاستخبارية وكذا وكذا والأشياء هذه الكبيرة عرضت ببيت الداخلي أولا لكن في ظل كل هذا هناك هاجس كبير لدى النظام الجزائري وهو المسيطر عليه وهو المغرب فعندما يتحدث على حملات الإعلامية والدعائية فهو هذا الاستنفار كله هو بسبب نشاطات ناس عبر شبكات التواصل الاجتماعي للمغرب يعني الجيش يستنفر مؤسساته كل لمواجهة بعض المغردين وبعض الناشطين عبر شبكات التواصل الاجتماعي في المغرب وأكثر من ذلك أن كل حديث حول الأمن السبيراني وكذا وكذا كل كابوس المغرب لذلك لم يكتفي بهذه الدعاية والدعاية المضادة اللي يقصد بها الحركيين اللي طالبوا بالتغيير ويقصد بها أيضا النشاطات للمغاربة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعبر اليوتيوب وما إلى ذلك لذلك بعد هذا الملتقى أعقد ملتقى آخر يوم الثنين ملتقى يوم الثلاث ملتقى واحد أخر 16 مال في إطار تنفيذ أنشطة التعاون العسكري المتعدد الأطراف لمبادرة 5 زيد 5 دفاع لسنة 2023 تم تنظيم ملتقى دولي حول الإرهاب والجريمة المنظمة في الفضاء السيبراني الرهانات والتحديات يومي 15-16 مائل 2023 على مستوى النادي للوطني الجيش ببنمسوس أصرف على افتتاح فعالية هذا الملتقى العميد يحيى علي والحاج قائد الدرك الوطني والذي يأتي تنظيمه تأكيدا على الإرادة العازمة التي تحد بلادنا وباقي الدول الأعضاء في المبادرة من أجل العمل سويا على تعزيز الثقافة الأمنية المشتركة خاصة في ظل التطور التكنولوجي السريع الذي جعل الجريمة المنظمة تأخذ منح جديدا من خلال استغلال الفضاء السيبراني وكذا العمل المشترك بغية التصدي لكل أشكال الجريمة المنظمة تناول هذا الملتقى الذي حضره ألوية وعمداء وعرف مشاركة خبراء عسكريين ومبادنيين وطنيين وأجانب موضوع الإرهاب والجريمة المنظمة في فضاء السيبراني والعلاقات وما بينها من خلال عرض أهم التحولات التي عرفتها تلك الجرائم لا سيما لجوء الجماعات الإرهابية وشبكات الإجرام المنظمة لاستغلال وسائل متاحة في العالم الرقمي لتمويه حركة الأموال وأعمال الدعاية والتجنيد والتخطيط لضمان استمرار نشاطها الإجرامي خلال هذا الملتقى استعرض المتدخلون تجارب مختلف الدول أين تم الوقوف على الصعوبات والعرقين التي تواجه تنفيذ آليات التعاون الدولي في مجال المكافحة مما سمح بتسليط الضوء على واقع الإرهاب والجريمة المنظمة في الفضاء السيبراني على ضوء تجارب الدول المشاركة وكذا الاستفادة من الخبرات والمعارف والإجراءات الرامية إلى تعزيز قدرات مكافحة هذا النوع من الإجراء بلا أدن شك أنه موضوع مهم الفضاء السيبراني أصبح مرتع للإحتجال للجماعات الإرهابية هذا أمر طبيعي ولكن أصلاً الجيهة التي يرى هي مشرفة على هذه لو تشوفها كيف تغرق في الجريمة هذا عليء الحاج أصلاً تاريخه أسود نعم هو تاريخه أسود في مجال حقوق الإنسان في مجال الفساد في مجالات مختلفة أكثر من هذا هذا قطاع الدرك الوطني اللي ينظم في هذا الملتقى بشيكافح الجريمة هرأوا في الوقت اللي يدير فيها في الملتقى هذا كان جنرال كان في نفس المنصب الذي فيه ألحاج هذا دخلوه الحبس دخلين الحبس وعهو عبد الرحمن عرعار جنرال كان قائد الدرك الوطني لسنوات طويلة كان رئيس أركان الدرك الوطني في المنصبين قعد سنوات هرأوا في الحبس قبل هذا الجنرال آخر مناد نوبا كان قائد الدرك الوطني راهوا في الحبس بتهم الفساد واستغلال المنصب وما إلى ذلك وصادروا له ممتلكاته خلوا له غير البيت نتعلي فيها أسرته وإز أكثر من هذا فيه جنرال كان ماسك الدرك الوطني وهو الغالي بالقصير كان يصول ويجول ويتحكم في الدولة يعني راه نفوذه مرته في القضاء وهو ماسك الدرك تعالى لعجب العجاب وهرب وفي الخارج وبتز الدولة ودامي لفات ودأ أموال طائلة واشترى باسبور في واحد الجزيرة ورح إذا كان هذا أصلا لملتقى لتنظم جيها هي أصلا رؤوسها كلهم فازدية وكان أيضا جنرالي كوسمية راه حادث عليه تحقيقات ممكن غدوة يصبح حتى هو في الحابس وهذا نفسه والحاج كان غدوة ينحوه فجأة أو تتغير يجو جنرالات أخرين راح تلقى حتى هو في الحابس بتهم استغلال المنصب بتهم الفساد بتهم انتهاكات حقوق الإنسان أنت تحكي لي هذا الجنرال يشرف على ملتقى مثل هذا حول الإرهاب هما أصلا قوات الدرك وهذه القوات نفسها راه تساهم في هجرة غير شرعية يجيبوا فيه ناس أفارقة ويخلوهم يفوتوا فيهم مقالب الأموال وفيهم متشددين وصلوا حتى الأوروب هذا هو الواقع هذه هي الحقيقة يعني بالله عليك إذا كان هذا هذا هو واقع هذه المؤسسة الظلم اللي صلت هذا الإنسان يندله الجبيل نعم صلت ظلم يطلط في الناس بدون أدنى أسباب كأنه راه يقول لهم هذا الدرك الوطني ملكي أنا هنا رغم أنه في فطرة معينة كان محقور ما أريد أن أحكي على سيرته الذاتية وعمره الشخصية نحكي عليه كمنصب يعني الأخر ملتقى حول الدعاية والدعاية المضاد هذا ملتقى حول الجريمة السيبيرانية والحكاية كلها والحكاية كلها النظام أصلا يعيش على وقع الإرهاب والغدوة الإرهاب ينتهي يسعى هو كيفاش يقول الإرهاب موجود يقولوا نقضينا على الإرهاب والجيش راه وعنده شرف قضاء الإرهاب ونفس اليوم بعد ما هم تحدثين على أنهم صادروا أسلحة والقاو إرهابيين ومش نعارف واش وكذا 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 هذه صورة الدولة هذه كيفاش رح تكون يعني قبلة للمستثبيرين ووقعها مثل هذا يعني الجيش رح يكون في كل شيء يكون في كل شيء هالملتقيات هذه خليه مفكرين خليه ملتقة نظمه جامعة ومعليش كي يجعرضوا عسكريين يلقوا محاضرات متخصين شيء جيد ولكن الحكاية وما فيها هي الميزانية الميزانية صدقوني هذه الملتقيات يديروها يديروها مثلا بمليار ولا زوج ملاير وهما في الورق يديروا عشر ملاير ويتفاهموا مع الجهة المعينة اللي يتمونهم بأشياء يا ولد يران 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 يكون تشاهد عيان على بلاوي في هذا المجال المهم بالمختصر المفيد الواضح هو البين أن الجيش يعيش على وقع استنفاع ضد مواقع التواصل الاجتماعي وأن الجيش عايش رعب لأنه هو يدرك يقينا أنه هو في مواجهة الشارع هو اللي في مواجهة الحياة السياسية هو اللي في الملعب السياسي لو كان الجيش بعيد عن الملعب السياسي تيروا ملتقيات على رواحكم وشوفوا أموركم وكونوا الناس في هذا المجال في الحروب الإلكترونية في الأمن السيبيراني في مواقع التواصل الاجتماعي تعد دعاية ولكن خلي المجال هذا المختصين آخرين ما هو دور وزارة الإعلام رغم أنه ما نحتاجه وزارة الإعلام نحتاجه مؤسسات إعلامية مستقلة تقوم بدورها عندما تكون المعلومة صحيحة وعندك المؤسسات كبرى عندها مستقية للترويج إلى المعلومة الصادقة والله ما تنفع لا معلومة مضدة ولا مضللة ولا أي شيء من هذا القبيل هذه من خلقة البشرية والمعلومات الخاطئة تمشي نعم راه هم مشركين اتهموا عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه نعم بحادثة الإفق ونزل القرآن الكريم يتلأ ناء الليل وأطراف النهار يبرئها منها وما زال في عصرنا وفي عصر أخرى من يشكك حتى في آية في كتاب الله أو يعطي لها تفسير آخر من أجل أن يمس بعرض المصطفى عليه الصلاة والسلام هذه برأها رب العالمين في كتابه وما زال يشككه في العمور فضلا على أنه جي أنت دعايتك ومعروف أنك كذاب وتعطي فيه أخبار كاذبة وتحوس ممكن أنه يكون يكون عندك مصداقية أو تأثير لا نحتاج إلى مؤسسات إعلامية نحتاج إلى أحسن حاجة للجيش يحافظ على نفسه أنه يبتعد أو يبتعد عن المشهد السياسي أما بوجوه هذا موجود وهذا في الدعاية يحوس يظهرون العسكر في الحرب السيبيرانية يظهرون العسكر يعني كان دول عندها معارك سيبيرانية ما يظهرش الجيش أصلاً لكن نحن في نظام عسكري يحوس حتى يجيين هارو يديرون لنا ملتقيات نتاع العسكر حول حبوب منع الحمل وتأثيرها وعلى أشياء أخرى عفوا لساني من ذكرها في ظل قيادات عسكرية غبية همها صرف الأموال وهمها فقط الحفاظ على الريع الذي تم نهبه من قبل وهي في بطون جنرالات نافذين لكن سيأتي اليوم اللي تشوفوا فيهم الآن يصنعوا القرار عندما تسقط منهم كما قل حجرة الدومينو الرأس اللي راح تحميهم راح يصقطوا جميعا ويظهروا أشخاص آخرين وفجأة اللي الآن راهم يقدسون تجدهم يدنسون من طرف نفس الجهات التي تقدسهم واذكروا كلاما مقابلة كراوية تحدثنا عنها عدة مرات وتحدثنا عنها غيرنا تجمع ما بين مولودية الجزائر وفريق الجمهورية العربية الصحراوية هذا الفريق الذي تم إنشاؤه منذ أيام ويحضروا فيه بشي يصبح عضو في الكاف يعني غريبة يعني معناها في الكاف راح يرأي ولي عنده يعني يراه وفقتل والفيفا والفيفا أراهي منظمة أممية لا أعتقد بأنه من الممكن أن تقبل لفريق منتاع جمهورية موجودة لا عندها أرض لا عندها حدود لا عندها حتى شيء وأيضا غير معترف بها في الأمم المتحدة ولا دولة من الدول المؤثرة تعترف بها ويحوسوا في هذه الحكاية السؤال اللي تردد كثيرا أنه كيفاش هذا الفريق الجزائر علش ما لعبتش بالفريق الوطن أنت تقول بأنه فريق يمثل جمهورية عربية صحراوية ديمقراطية راهي دولة في نظرك وهذا فريقها الوطن هلاش ما لعبتلوش مع فريقك الوطن بش يكونوا في مستوى واحد ما تلعبنوش بالملودية تعالعاصمة كأنه هو فريق مع تندوف على فكرة هذا فريق جاي من تندوف ورهما في الإعلام يقولك حل اليوم فريق الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر كأنه جاي من دولة أخرى إلا إذا كان تندوف ولت تابع البوليزاريو تنازلت له عليهم وأي واحد يجي من تندوف راهي جاي من الجمهورية الصحراوية في تندوف حل بالجزائر وهناك من يدير الجزائر العاصمة ولكن لما تقرأ في بعض الأخبار يقول لك حلوله كأنك تحس بها راهي جاي من دولة أخرى من دولة أخرى يعني فكرة من الكرنفلات هذه يعني بهذه الكرنفلات راح تنصروا أي قضية تنصروها والله حتى تكون قضية عادلة بمستوياتكم هذه تحولوها إلى باطلة فضلا على قضية ريع لها علامات استفهام توحيد بها من كل جانب لكن السؤال المطروح أنه علاش ما لعبتوش معاهم علاش ما درتوش كما المغرب المغرب أهم هم حكاوا الأمر الآخر أنهم حكاوا على أساس أنه السفير تعهم تعتصارت على البوليزاريو في العاصمة وكي سافر يسافر تندوف ويرجع على أساس أنه سفير تع تندوف العاصمة هذا السفير قولهم راكيمة يمنا بفريق جبهة التحرير الوطن وأيضا تقارير تلفزيونية تتحدث على خطى فريق جبهة التحرير الوطن عندما تذكر فريق جبهة التحرير الوطن في هذه الحالة لا يمكن أن تنسى شيء ولا يمكن أن تتجاهله ولا يمكن أن تقفز عنه يتمثل في العقوبة التي صلتتها الفيفا على المغرب بسبب مقابلة ودية من الفريق الوطن المغربي مع الفريق تع جبهة التحرير الوطن هذا ما نتكلم لكش اللاعبين اللي فيها اللي كانوا يلعبوا في أندية وكذا وكذا في حين كينا دول رفضت خشية من تلك العقوبة على شبت ديروا هاش انتوما وتتجرعوا وما تهمكم العقوبة لأنه كان يديروها راح يتعاقبوا من الفيفا لأنه فريق دير معاه مقابلة ودية بطريقة رسمية وهو غير موجود أصلا وله مسجل حتى في وشي سموها انتع فرق الأحياء الشعبية في الجزائر يعني الفرق تعل حاراته هذه تعل زنق هذا ما كانش لكن إذا كان أنتم عرهوا عنده قيمة وتذكروا بفريق جبهة التحرير علاش النظام الجزائري ما يديرش كما دار المغرب المغرب راكم تشوف فيه راه محتل علاها ما تديروش ها يلا ديروا المفروض يديروا مقابلة مدام فريق وطني وتصوروا فيه على فريق وطني الجمهورية وتحضروا فيه باش تدخلوه في الكاف ربما راكم معاولين على الدراهم والفلوس والأموال تعالجزائري راح تدخلوها للكاف ويعود يلعب تحاولوا يلعب فيه كأس إفريقي هذا هو الهدف الدعم هذا وش يقولوا له هذا وش يقولوا للصحراويين المهم بغض النظر على مآلة هذه الحكايات اللي نظام متعود على حكاية فارغة لكن ما يهم أنك تقول عليه فريق وطني وتلعبوا مع مولودية العاصمة ليه أصلا حتى جمهور مولودية العاصمة رفضوا هذه الحكاية وراكم تشوفوا أمامكم اللافتة ليه نشروها وهي معبرة بمعنى الكلمة درتوها قضية في هذا البلاد رجعتوها سياسة وفساد أنصار مولودية الجزائر من ملعب نيلسو المانديلا علقوها يعني أنتم ما درتوا قضية هذه تشوف فيها رأي قضية وتشوفها عاجلة ومش نعرف بغض النظر عما تقولون لأن رأكم رأو حولتوها إلى عبث وحولتوها إلى سياسة عابثة وحولتوها إلى فساد هذه المقابلة أصلا راح تكلفكم أموال من يدفع هذه الأموال بوليزاريو تبراهيم غالي الحمام اللي راح يقضي فيه احتياجاته الطبيعية على حساب الدولة الجزائرية وجمعته المهم أنا أقول لكم أنتم بحاو شوف صوروها في مقاطع راح يحقوا عليها وعلى أساس فريق جبهة التحرير وكذا لكن المحتل المغربي كما تطلقون عليه هو الوحيد الذي دار مقابلة مع فريق جبهة التحرير الوطني وتلقى عقوبة علش ما تكونوش رجال مثل المغاربة وتديروا معاهم مقابلة تحديا لكل العالم وخلي تسلط عليكم عقوبة حيا نخليكم ديروها مش تروحوا تضحوا بنادي غدوة ممكن لك الكاف تدير لو كالش عقوبة يبقى نادي ما عليش نادي ودار مبادرة ونشكروه وكذا كذا والتضحية ومن أجل الشعوب غطوها بشعرات هذه وزيدوا يعطوا لهم المال تحت الطاوي لما خسروا يدوا عقوبة من معينة يعطوا لهم الأموال فرات والأندية هذه أكثرها تجارية من أن تكون رياضية خاصة في العالم العربي هذا هو علش ما لعبتهمش هذا هذا هو السؤال لأنه يا جزائريين ما يقدرش يتجروا لأنه تجيهم عقوبات والنظام الجزائري أصلا ما عندوش حاجة يبزنس بها كما كرة القدم وربي سبحانه راه وخذلهم في الفطرة الأخيرة منهار لرفد شنجريح الكاس تاع كأس العرب ما يربحوش ما يربحوا حتى في حاجة خسائر لا تحصى ولا تعد ينظموا فيه مناسبات باش يستغلوها لتخدير الجماهير تنقلب عليهم سلبا حقيقة يعني أنت من مفروض أنك تناصر قضية هكذا المنطق وش يقول أنا الناصر قضية ونغها جمهورية الله غير ندير لها مقابلة مع فريق الوطن الجزائر ويكون ما يكون لكن الخايفين هو الهدف فقط من المقابلة كلها أولا تشويش على المقابلة تعلم غاربة لريحي في النهائي وراهم حابين يلعبوا لهم عن المعنويات باش يتأثروا ممكن ما يدوش الكاس حتى لا يعزف النشيد الوطني المغربي في الجزائر هذه أولا ثانيا في ظل القمة العربية وهناك دلالات تاريخية ودلالات دلالات كثيرة ولكن في ظل هذه القمة اللي جاء ريفيها الحديد حول لمس شمل الحقيقي وليس لا لمس شمل المزيف الليدارات الجزائر وكذا وكذا والعمل العربي المشترك هم دللها مقابلة من هنا من أجل محاولة استفزاز الطرف المغربي يعني حتى لو كون السعودية قد نجحت في أي شيء ما وربما تلجأ إلى محاولة حل حالة هذه الأزمة هم داروا هذا النوع من الاستفزاز حتى يستفزوا الطرف المغربي وهو ليعمل حركة ما تبرر للجزائر أنها تواصل في مواقفها وتتحجج أمام السعودية هذه من الأشياء المطروح لكن على المستوى الرياضي ما الذي سيستفيده أو تستفيده الكرة الجزائرية من اللعب مع فريق رهم لقتوهم من كل واحد من بلاسه لقتوهم وداروا بهم فريقه وخلاص يعني أنت أنت نهر نهر 19 رح يلعب الفريق المغربي والدعاية هذه اللي داروه والإعلام وكذا 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 هي نوع من اللعب على المعنويات من تعلم غاربة والأمر الآخر أنه يوم عشرين يوم عشرين للمقابل اللي تعني تأسيس البوليزاريو ذكرى تأسيس البوليزاريو وهذه الذكرى أصلا البوليزاريو تأسست في 73 في عشرين مايو في 73 ضد الاستعمار الإسباني ولم يتم ذكر فيما فقط تأسيس لا جمهورية ولا شعب صحراوي ولا أي شيء من هذا القبيل بعد ذلك حدثت تلاعب والأمور والبوليزاريو اللي تشوفوا فيها هذه ما عندها حتى علاقة أصلا من البوليزاريو اللي تأسيس في 73 هذه الحقيقة ما عند الاسم ويكفي قدمة البوليزاريو أصلا هي المشتقة من التسمية باللغة الإسبانية يعني هاري لغة إسبانية معناها هاري تأسي ضد الاحتلال الإسباني وليس ضد ما يسمى بين ظفرين الاحتلال المغرب المهم باختصار شديد أنه الصحراويين لازم يفهموا حاجة أنه والله نظام العسكري يلعب بيكم داير لكم هذا البوليزاريو ثاني تلعب بيكم رهم يلعب بيكم لو كان عندهم حقيقة أنه هذا الفريق عنده أدنى قيمة عنده ومن الممكن أنه وصلوه واللي يلعب على مستوى قاري أو مستوى دولي رأوا بدأ لكم البداية مع فريق وطن يدروا واحد المولدية الجزائر يبقى دائما نادي حتى إذا سلطت عليه عقوبات رح يعتبرها نوع من البطولة والتضحية من أجل مناصرة القضايا العادلة وانتهى العمل لكن فريق وطني قد تسلط عليه عقوبات قد يحرم من بطولات والنظام العسكري الجزائري عنده زجح وجه يخدر بها الجزائرية لما الجزائري على مستوى الدولي يحكي له على فلسطين ويطبع له تحت الطاولة الصحراء وعلى مستوى الداخل هي عبر طريق أو عبر كرة القدم حيث يتم تخدير الجزائريين بهذه الانتصارات التي لن تقدم شيئا ولن تؤخر تبقى في مجالها الكوروي حتى وإن كان الفوز مثل هذا يخلق نوع من الدعاية الإعلام يساعد في السياحة ولكن الجوانب هذه الاقتصادية نحن ما عندناش أصلا لو كان دولة عندها سياحة وعندها نفوذ وعندها شيء لما تفوز في شيء وتحق إنجازات رياضية راه تخدمها إعلامين وتخدمها دعائيا ولكن نحن هذا ما عندناش لا سياحة ولا بالطيق حتى يديروا حاجة سياحية يعطوا الفلوس للناس يجيبوهم سوى مقابلة ولا شيء نوع من المصخرة فقط على أساس أن الصحراء دارت فريق وغدوا رح يسافروا إذا كان سافروا نهار للخارج ولا تمكنوا بأي هوية رح تدخلوهم في الاتحاد الإفريقي هما أصلا يسافروا بجوازات جزائرية يعني فريق كله عاتلوا جوازات جزائرية وبالنسبة لي ما عندهمش جنسيات أجنبية وأكيد رأوا فيهم اللي عندهم جنسيات إسبانية وفرنسية وغيرها تعطوهم جوازات جزائرية ويسافروا جزائرين للخارج باش يمثلوا جمهورية عربية صحراوية ديمقراطية وهي دولة في لطر الجزائر ما هكذا ما هكذا تمشي الأمور فريق جبهة التحرير ظروف وغير هذه الظروف الجزائر في ذلك الوقت مستعمرة وجبهة التحرير كانت تقاوم بالسلاع وكانت الأمر الفريق هذا دلوله فقط دلالات دلالات سياسية ومقاوماتية ضد المحتلل الفرنسي فقط ما كان الهدف أنه يدخلوها في الأندية وكذا وكذا يا عارفين بأنه لا يمكن أن يحدث هذا إلا إذا الجزائر استقلوا تتم الاعتراف الدولي بالجزائر المستقلة وكان فوق فقط من نوع نوع من النضال الرياضي ضد المستعمر الفرنسي ليس إلا فيه لاعبين كانوا يلعبوا مع الأندية الفرنسية وكان من الممكن أن يلعبوا مع الفريق الفرنسي الفريق الوطن الفرنسي لا رفضوا ورجعوا يلعبوا مع فريق جبهة التحرير في إطار نضالهم الكروي في صف المقاومة الجزائرية ضد المحتل الفرنسي وتلقت الدعم وأبرز من دعمهم هو المغرب وهذا الذي ينكره النظام العسكري الجزائري الآن وللأسف ها هو الآن يشكل في فريق باسم حركة يراها المغرب حركة انفصالية ويراها عموم العرب حركة انفصالية وعلى أساس أنها على خطى فريق جبهة التحرير الذي دعمه المغرب بكل الوسائل وهذا يدخل دائما في طار العبث الممارس لأنه النظام الجزائري في هذه المرحلة يبحث على أي شيء يدير به الدعاية فقط لم يجد شيئا دول راهي تعترف بالمغربية الصحراء راهي تتنافس على اعتراف المغربية الصحراء هذه الاعترافات اللي البوليزاريو راهي تتراجع والانكسارات والانهزمات والصفعات الدبلوماسية راهي تتكرر ولم يجدوا إلا هذا الكارنفال جيب شباب من تين دوف لمهم هناك وجيبهم يلعبوا وحذر واعطي للعسكر واعطي للعسكر أوامروا وإجازات في ذلك اليوم كل يروحوا للملعب وربما يرفعوا شعارات ضد المغرب وما إلى ذلك والهدف كله هو نوع من الكارنفال الإعلامي ضد المغرب ليس إلا واعتقد أنه القضايا العادلة إن كانت عادلة لا تنتصر بهذه الدعيات فضلا عن قضية مثل قضية البوليساري واذكروا كلام جيدا نكتفي بهذا القدر ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى من المراقب إلى ذلكم الحين ها هو أنور مالك يحييكم ويستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في البناء تجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر